هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تبثوا بالتعاون مع راديو دابنغا المحكمة الجنائية الدولية بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمامها يتقضات للدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية ران ألابيني جانزو والقاضية ألتيا فيولت أليكسيز وينتسور وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في درفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الإدعاء وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهداً للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة واستدعت الدائرة شاهدين ويمثل الممثلان القانونيين المجني عليهم السيدة ناتالي فان فيستينغ هاوزن ومحاميها المعاون السيد أنان تشاه ما يزيد على 700 مجني عليهم يشاركون في هذه المحاكمة وقد قدم في مرافعتهم الافتتاحية في حزيران يونيو تاريخ الهجمات ضد سكان الفور في دارفور وطبيعتها المنهجية والضرر الذي أصاب موكليهما بسبب الهجمات وقد أدل أول شاهدين وأحد المجني عليهم بناء على دعوة من الممثلين القانونيين للمجني عليهم في حزيران يونيو بشهادتهم بشأن الظروف المعيشية في دارفور قبل النزاع وأثناءه والحياة في المخيمات النازحين داخليا وأدت المجني عليها المشاركة V0005 بشهادتها بشأن الهجمات التي وقعت في قريتها بالقرب من كدوم في عام 2003 نعم كان الحجوم على قرية قدوم في يوم 15 أغسطس 2003 كان الحجوم في السادسة صباحاً مع سلاة الصبح عندما كان الناس يتحيّون للزحاب إلى سلاة الصبح فقاموا المحاجمين بإطلاق نار كسيف على القرية وقمنا نحن وأطفالنا حريعين واتجهنا نحو القابة ثم بقينا في القابة وقاموا بقتل كبار الناس الذين لا يستطعون الجري والأطفال وقاموا بنحب ما تبقى من المقتنيات والممتلكات والسروة الحيوانية في القرية وأيضاً قاموا باقتصاب كل البنات الذين يلتقون بهم خارج القرية عقب الهجمات فرت المجنية عليها المشاركة V0005 إلى الغابة ومنذ ذلك الحين تعيشوا مع أسرتها في مخيمات النازحين داخلين الودي عامة في معسكرات النزوه ودي سيء جداً وصعب للقاية لأننا ماكسينا في هذه المعسكر لحوالي 20 عاماً وهناك أدم وفرة في الخدمات الصحية وأيضاً لا تتوفر الأعمال والوظائف للناس حتى يستطعوا من خلالها كذب العيش فهذه واحدة من التحديات التحدي الأخير هناك انتشار واسع للأمراض وليس هناك تعمين صحي أو خدمات صحية جيدة لذلك عندما يمرض أحدنا فلا نستطيع أن نطفى تكاليف الإلاج وبعد سنوات عديدة من العيش في مخيم النازحين ما زالت لا تشعر بالأمان وآربت عن آرائها ومخاوفها بهذا الشأن أنا شكراً أناشت من المحكمة توفير الأمن والأمان لأننا نعاني من ذلك كثيراً وخاصة أريد هذا النوع من الأمان الذي يجعلني أصحب إلى القابات وإلى الخلاء حرة ولا يتردني أحد أنا أريد أن أكون في هذا الوضع وأيضاً نريد من المحكمة الجنائية الدولية أن ينزح سلاح الجنجويت الذين يرتكبون الجرائم والفضائي في دارفور وأيضاً نريد الأمن داخل مجتمعاتنا حين في المعسكرات الآن واستمرت المحاكمة في التاسع عشر تشرين الأول أكتوبر 2023 بمرافعات افتتاحية لفريق الدفاع السيد عبد الرحمن المحكمة الجنائية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر